موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مسلمون حول العالم منذ سبعة عقود تقريبا مضت وظلت كشمير القريبة من جبال الهملايا محل نزاعا بين الهندي وباكستان فمنذ تقسيم الهند وقيام باكستان عام 1947 وقعت حربان بين البلدين حول منطقة كشمير ذات الأغلبية المسلمة والتي يطالب البلدان بالسيادة عليها بعظم سكان الإقليم في كشمير لا يحبذون العيش تحت إدارة الهند بل يفضلون الاستقلال أو الاتحاد مع باكستان ويشكل المسلمون في ولايتي جموة كشمير خضعتين للإدارة الهندية أكثر من 60% من نسبة السكان حسب إحصائيات ما يجعلها الولاية الوحيدة داخل الهند ذات الأغلبية المسلمة وأدى تفاقم المشكلة إلى ارتفاع معدلات البطالة والشكاوى من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الأمنة التي تواجه المتظاهرين في الشوارع بشتى أنواع القمع والاضطهاد اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر